بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ اليوم في الفصل 11 الذي يتحدث عن التفاوض وعملية التفاوض هي من العمليات المهمة في السلوك التنظيم ومقدمة يهدف هذا الفصل إلى عدد من الأهداف أولا التعرف على مفهوم التفاوض وأهدافه ثانيا التمكن من إدارة التفاوض عبر اكتساب السقة والقدرة على تطبيق استراتيجياته لأننا نتوقع من الدارس بعد الانتهام هذه الوحدة التمكن من تطبيق إحدى استراتيجيات التفاوض أو تطبيق الاستراتيجية المناسبة للموقف المعين الذي يتطلب الدخول في مفاوضات ومواصلة المقدمة نقول أن عملية التفاوض ملاذمة لحياة الإنسان وهناك حكمة في مجال التفاوض تقول مفاوضات ترديئة أفضل من منازعات قضائية ونحن نتفاوض في البيت في المنزل في المكتب في السوق في جميع أعمالنا بل أن المجموعات تتفاوض وصولا حتى على مستوى الدول وتزاد أهمية التفاوض في عصر الحديث عصر الاتصالات والمعلومات والاتصال الناجح يقود إلى تفاوض ناجح وفي السنوات الأخيرة لاقت عملية التفاوض اهتماما كبيرا وما ذالت خصوصا في الدراسات السلوكية والدراسات التنظيمية باعتبارها جانب علمي يعتبر وسيلة فاعلة في إدارة الصناعات الصراعات والنزاعات وعملية التفاوض قد تكون عملية قصيرة تستقرق سنوات تستقرق وقت قصير أو قد تكون طويلة يمكن أن تستقرق سنوات وهذا بحسب الموقف بحسب المرونة بحسب المتفاوضين أنفسهم أولا ماذا نعني بالتفاوض هناك العديد من التعريفات للتفاوض ولكننا يمكن أن نقول أن التفاوض هو العملية التي من خلالها يريد الأشخاص الوصول إلى اتفاق لكنهم يختلفون حول طبيعة هذا الاتفاق فيحاولون الوصول إلى تسوية وأيضا يمكننا أن نعرف التفاوض بأنه العملية التي يحاول فيها طرفان واكسر الوصول إلى اتفاق مغبول حول موضوع أو موضوعات مختلف عليها إذن معظم التعريفات التي تناولت التفاوض هي متفقة حول وجود أكثر من طرف بينهما خلاف يسعيان إلى الوصول إلى اتفاق بينهم وبالتالي نقول من هذا التعريف أن عناصر عملية التفاوض أول عنصر هو وجود حالة من الاعتمادية المتبادلة بين طرفين أو أكثر مثل ما ذكرنا هذا الاعتماد أو هذا التبادل بين طرفي الصرع أن يكون هناك أيضا خلاف منظور بين الأطراف المتفاوضة أي هناك خلاف دعا إلى أن يكون هناك تفاوض لأن عدم وجود الخلاف أصلا أو في حالة عدم وجود خلاف لن يكون هناك داعي أصلا إلى عملية التفاوض والعنصر الثالث من عناصر التفاوض بالإضافة للوجود الاعتمادية المتبادلة بين الطرفين أو أكثر ووجود خلاف فنجد أن العنصر الثالث هو تكافؤ الفرص للأطراف المتفاوضة فكل طرف في معادلة التفاوض لديه الطاقة والقدرة على المشاركة بل لديه أي أن كل طرف لديه كذلك القدرة أو القوة التي تمكنه من الخروج بمكاسب من خلال عملية التفاوض والعنصر الرابع أن يكون هناك احتمال للاتفاق وهذا عنصر مهم أنه إذا لم يكن أو إذا كان من المستحيل الوصول الاتفاق فما داعي أصلا لعملية التفاوض إذن هذه الأربع عناصر تعتبر عناصر عملية التفاوض وجود اعتمالية وتبادل بين طرفين أو أكثر وجود خلاف وتكافؤ الفرص للأطراف المتفاوضة واحتمالية الوصول إلى اتفاق كبيرة هذه الأربع عناصر تسمى عناصر الاتفاق أيضا نتحدث كذلك في ختام هذه المحاضرة عن أهداف التفاوض أولا الوصول الاتفاق يرضي الطرفين هذا هو الهدف الأول والهدف الثاني هو تحسين عملية التعاون والاعتماد بين المتفاوضين وعدم الإضرار بالحد الأدنى من ذلك التعاون إذن من أهداف التفاوض أن الطرفين أو الأطراف المتفاوضة تسعى إلى مثل ما ذكرنا في تعريف التفاوض في الشرائح السابقة عندما تحدثنا عن تعريف التفاوض قلنا الهدف هو الوصول إلى اتفاق الهدف أو العملية التي من خلالها يريد الأشخاص الوصول إلى اتفاق لذلك عندما جئنا تحدثنا هنا عن هداف التفاوض قلنا أول هدف أن يسعى الطرفين إلى الوصول إلى اتفاق مرضي بالنسبة لهم ثم الهدف الثاني هو التعاون أو تحسين التعاون بين الأطراف المتفاوضة وعدم الإضرار بذلك التعاون إلى أن ألقاكم في محاضرة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته